موسيقى السلام عليكم محدثكم اليوم الدكتور أحمد عطيق استشاري ورئيس قسم الأطفال في مستشفى رأس الخيم أطفالنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض نتمنى لهم دائما السلامة من كل مكروه ومرض يصرني أن أتحدث إليكم اليوم عن الالتهابات التنفسية الحادة عند الأطفال كما نعلم جميعا أن هذه الالتهابات هي السبب الرئيسي لزيارة الأطفال لعيادة الطبيب وبالتالي هي السبب الرئيسي لغيابهم عن المدرسة تشمل الأمراض التنفسية الحد عند الأطفال التهابات الأنف والحلق التهابات الحنجرة التهابات الشعب الهوائية التهابات الشعيبات الهوائية والالتهاب الرئوي وتتراوح عراضها من ارتفاع في درجة الحرارة سعال عطس رشح من الأنف وفي الحالات الشديدة يصاب الطفل بصعوبة في التنفس هذه الانتهابات التنفسية الحادة عند أطفالنا تنتقل عن طريق الرذاز المتطاير من فم وأنف المصابين بهذه الفيروسات عند السعال أو العطس أو حتى الكلام إذا كانت المسافة قريبة لكي نقي أطفالنا من الإصابة بهذه الأمراض فإننا نتبع بعض الإرشادات التي ترفع من مناعتهم وبالتالي تعزز من قدرتهم على مقاومة الأمراض وبخاصة الأمراض التنفسية تشمل هذه الطرق الغذاء المتوازن الصحي والذي يحتوي على كميات مناسبة من النشويات والبروتينات والدهون بالإضافة إلى الخضروات والفواكه بجانب الغذاء فإن أطفالنا يجب أن يحصلوا على قدر كافي من النوم عدد ساعات نوم مناسبة كما أنهم يجب أن يشاركوا في أي نشاط رياضي مما يدعم جهازهم المناعي هناك بعض الإجراءات الاحترازية التي طبقناها أثناء الإصابة بكوفيد-19 وتفيد أيضا في تجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفس الحد عند الأطفال هذه الطرق تشمل استخدام قناع الوجه كما تشمل التباعد الاجتماعي كما تشمل تجنب الطرق تجنب الأماكن المزدحمة كما تشمل الغسل المتكرر للأياد أكثر من مرة في اليوم هذه الأمراض التنفسية عند الأطفال المسبب الرئيسي لها هو الفيروسات حوالي 85 إلى 90% من هذه الأمراض تسببها الفيروسات والنسبة الباقية تسببها البكتيريا من أهم الفيروسات التي تسبب هذه الأمراض هي فيروس الأنفلونزا وفيروس الكوفيد-19 وفيروس الزكام أو الرينوفيروس والفيروسات الأخرى مثل البارا انفلونزا فيروس مع تغيير الجو في كل عام تحدث زيادة في الإصابة بهذه الأمراض وهناك طرق للوقاية منها بجانب الطرق التي ذكرناها وهي التطعيم أو استخدام التلقيح من أهم هذه الفيروسات كما ذكرنا هي فيروس الأنفلونزا وتوفر التطعيم ضد هذا الفيروس ابتداء من شهر أكتوبر يتم التطعيم بالفيروسات التي يتوقع انتشارها في هذا الموزن هذا الفيروس يعطى للأطفال من عمر ست شهور ويعطى بعد ذلك لكل الفئات العمرية إذا كان الطفل أقل من تسع سنوات ويتلقى التطعيم للمرة الأولى في حياته فإنه يجب أن يأخذ جرعتين من لقاح الأنفلونزا يفصل بين الجرعة الأولى والتانية مدة زمنية لا تقل عن الشهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر